ايه البياس ديفرينشل كونفجريشن؟ قالك انا مش هينفع استعين فقط بيه الابريتنج كويل بتاعي وما انا هعمل ايه؟ انا هجيب اتنين كويلز اخرين واحد هركبه هنا بحيس يمر في طائر اللوكل والاخر اركبه ناحية التانية بحيس يمر في طيار الريموت. وبالتالي في الحالة دي اصبح عندي ادي الابريتنج كويل وعندي ماجنة الناحية التانية متركب عليه مين? متركب عليه ايه? الريموت ايه? الريموت كويل. طيب الموضوع هيمشي بقى معي ازاي? تعالوا نشوف مع بعض. خلينا نقول دلوقتي ان انا عندك حاجتين مختلفتين. ياما يكون عندك اكسترنال فولت ياما يكون عندك انترنال فولت. لو احنا ابتدينا الاول بموضوع الاكسترنال فولت. عندي فولت هنا اكسترنال. الطائرات هتمشي ازاي? هيمشي الطائر اللوكل والريموت في اتجاه الايه? الفولت. بالنسبة لي انا كبروتيكت زون انا شايف ان كده الطائرات اين بتساوي الطائرات اوتي انا انا يعني انا يعني كبرايمري انا بكلم كبرايمري كنا انا شايف ان الموضوع استيبول جدا ما فيش اي مشاكل عندك. طيب. هنا هيمشي اه بالنسبة للوكل هيمشي في اتجاه المعاكس وايضا بالنسبة للريموت وهفضلو الاتنين بيسيركوليت حوالين بعضهم. طبعا هنا نتيجة اه اه وجود وغيرها من الطائرات اللي قلنا عليها هيخلي ان في ما بين وبالتالي هنا في الحالة دي الطيار اللي هيمشي في الريلي هو مجموعة طائرات جامعة اتجاهة او ما بين الاتنين. طيب بالنسبة للوكل والريموت زي ما انتم شايفين ان اللوكل هنا هيمشي الطيار فيه الاتجاه ده والريموت هيمشي فيه الطيار في الاتجاه ده. بمعنى اصح هلاقي عندي هنا دي اتجاهات الطيارات بتاعت اللوكل والريموت الاتنين في نفسه يعتبر في نفس الايه? في نفس الاتجاه. طيب ده هيمكلنا الى ان التورك اللي هيتولد من اللوكل والتورك اللي هيتولد من الريموت الاتنين مساندين لبعضهم بحيس هيتولد عندهم توركي كبير جدا. بينما الجهة الاخرى الطيار اللي ماشي فيها هو طيار الديفرنس. وبالتالي ده هيولد عندك فقط نتيجة نتيجة الفرق ما بين الطيارين. ولكن هنا مجموع الطيارين. الفاكرين اللي احنا كلها بناخدها مسلا في الجامعة. ان هو ييجي يقولك ان هنا عموما بيتناسب مع مين? مع في في الطيار. فانت عندك هنا في الفرق ما بين الطيارين. انما انت عندك هنا في مجموع الطيارين. وبالتالي هنا عندك المعاكس اكبر من الطيار ده. طيب الطيار ده بنسميه ده ليه? لان ده وجوده هو اللي بيلف في الدسك عشان يشغل اما الاخر بنسميه ان هو آآ بيتحيز او منحاز لشيء او بيكبح او بيفرمل الحاجة دي او ايه? هو اللي بيقدر الوجود الاستقرارية في حالة عشان كده بنقدر نقول ان الكونتي دي بنطلق عليها او الاسترينينج تورك او واللي هي في حالة وجود اكبر من الايه? بتاعك. ويبقى كده عندي ان انا وصلت لمرحلة الاستابيلتي اندر الاكسترنال فولت كونديشن. طيب اما بالنسبة لو عندي انترنال فولت كونديشن زي ما انتو شايفين كده ادي الفولت موجود عندي في بتاعتي. هنا في الحالة دي اتجاهات الطائرات هتمشي ازاي اهو? هيبقى عندي اللي اتنين انعكسوا ودخلوا على الزون بتاعتي وبالتالي طائرات السكندري هتكون بالشكل ده. هنا هنلاحز ان هيمشي في مجموعة طائرين جامعة تجاية ولوما هيساوي مجموعة طائرين جامعة جابري برضو لان الطائرات انعكست بشكل كامل. بينما اللي هي خاصة بيه طائر اللوكل هنا ماشي عكس طائر الرموت وبالتالي دي الطائرات بتاعتهم هتكون بالشكل ده. هنا في الحالة دي هيكون عندي اه بيتلسم مع ان مضروبة في فرق الطائرين دول. بينما هيكون هو ان في مجموع الطائرين وبالتالي اه هيحصل عندك هنا كده لنتيجة ان عندك اكبر من وبالتالي كده قدرت ان انا اتغلب على الدفوهات او المشاكل او العقبات اللي كانت بتواجهني فيه هنتوقف لحد كده في المحاضرة دي وان شاء الله ربا عمين المحاضرة الجاية هنبتدي نشوف الخاصة بي الترانسفورمر ديفرينشيل بروتكشنز